السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بك أنت بتتفرج دلوقتي على الحلقة رقم 9 من المستوى الثالث من كورس التأسيس في الجرامر من كتاب The Best Start وحلقة النهاردة عايزك رايق قوي لأن النهاردة هنتكلم في زمن مهم جدا وخطير جدا زمن المضارع التام Present Perfect Tense فهكبر الصورة وعلي الجودة وما تنساش اللايك الجميلة بتاعتك اللي بتفرق معنا جدا وبدعمنا جدا واشتراك في القناة يعني فيه نسبة كده إحصائيات بتقول إن معظم اللي بتفرج على القناة ويمتابع القناة أصلا هم من غير المشتركين نسبتهم أكتر من الجماعة المشتركين أصلا فإنت طالما بتستفيد من القناة فما تنساش إنك تشترك في القناة يعني علشان تشوفنا تاني ويلا بينا نبدأ مع بعض فيديو النهاردة Let's get started فسألتك هو الفعل اللي إحنا درسناه ليه كم شكل فإنت هتقول لي اتنين المضارع والماضي يعني مثلا كان في play وكان في played مثلا كان في go وكان في went فكان الفعل ليه شكلين تمام تعرضى إن الفعل ليه ثلاث أشكال مش اتنين إيه ده هو فيه شكل ثالث بس قبل ما أقول لك إيه هو الشكل الثالث يلا ما نسميه الشكل يلا نسميه تصريف فيبقى عندي كده التصريف الأول والتصريف التاني والجديد بقى التصريف التالت التصريف التالت آه خلاص يبقى احنا هنسمي التصريف الأول والتصريف الثاني والتصريف الثالث اللي هو past participle التصريف الأول احنا بنسميه present والتصريف الثاني بنسميه past هو present مضارع اه ما هو التصريف الأول هو المضارع play go والتصريف الثاني اللي هو past طيب ما هي كلمة past يعني ماضي أيوا بالزبط past ماضي ما هي played ماضي وint ماضي طيب التصريف الثالث اسمه إيه؟ اسمه past participle هو أنا محتاجه أو محتاجه قوي التصريف الثالث في الأفعال المنتظمة بيكون زي التاني play played played طيب والله كويس والأفعال الغير منتظمة التصريف الثالث برضو يحفظ كما هو ممكن ممكن تلاقي زي التاني ممكن يعني مثلا have had had ممكن وكتير قوي تلاقي كلمة تلتا ايه؟ تلتا؟ آه تلتا ما هي دي كلمة ودي كلمة تانية ودي كلمة تلتا ده التصريف الأول اللي هو المضارع وده التصريف الثاني اللي هو الماضي وده التصريف الثالث طيب لحظة واحدة هو أنا لو حد سألني وقال لي ايه هو present المضارع اقول له هو التصريف الأول للفعل اه لو قالك ايه هو المدارع البسيط قله التصريف الاول للفعل بنضيف له اس مع اصحاب الاس طيب انا لو حد سألني ايه هو الماضي الماضي البسيط اقوله التصريف التاني للفعل ايوة ايوة الاسهل قله الماضي البسيط هو التصريف التاني للفعل طيب ايه هو بقى التصريف التالت التصريف التالت ده ما بيجيش لوحده يعني الاول والتاني بيجي لوحده التصريف التالت ما بيجيش لوحده التصريف التالت ده بيجي بقى في المدارع التام اللي احنا النهاردة اصلا جينا نتكلم عنه التصريف التالت ده برضو بستخدمه مع حالات F اللي انا هتكلم عليها ان شاء الله في اليانة الاخيرة في المستوى ده وبستخدمه في الماضي التام وكمان بستخدمه في المبني المجهول يعني ليه استخدام هو مش زمن وما ينفعش تقول I got يعني ما ينفعش تعمله كده معاملة الفعل وتقول I got to school لا ما ينفعش التصريف التالت ما بيجيش لوحده هو بيجي مع حاجة تانية يا اما verb to have يا اما verb to be مش موضوعنا دلوقتي او مش موضوعنا في الوقت ده لان يمكن بعد خمس دقايق الموضوع يختلف المهم يا صديقي تعالى نبص مع بعض على مجموعة افعال مجموعة حلوة كده من الافعال ونتعرف على التصريف الاول والتاني والتالت كل الافعال دي افعال غير منتظمة ليه؟ الافعال المنتظمة اصلا يعني مش مشكلة انت التاني زي التالت خلاص يعني play played played visit, visited, visited, cocked, 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 watched, watched, watched فما فيش مشكلة تعالى نشوف الافعال اللي بتتحفظ الافعال الغير منتظمة نحفظهم يا سلام لو حفظناهم يا سلام يركب يركب يعني ride يركب ride ده الايه؟ ده التصريف الاول اللي هو present تصريف الاول طيب الماضي اللي هو التصريف التاني road ride road راكبة طيب التصريف التالت ridden تقول كده I have ridden 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 ride road ridden يسقط fall fall والتصريف التاني او الماضي fell اللي سقط fall fell التصريف التالت fallen fall fell fallen fall fell fallen يحتفظ بي او يحافظ على او يربي keep keep والماضي kept والتصريف التالت kept زي ما قلتلك احيانا حتلاقي التاني زي التالت keep kept kept يأخذ take طيب التصريف التاني او الماضي took take took طيب التصريف التالت taken take took taken take took taken طيب يذهب go والماضي went والتصريف التالت gone go went gone طيب يفعل او يؤدي do والماضي dead والتصريف التالت او past participle done do the done اهلا حاجة انك تاخدهم كده خطف do the done go went to gone لما تيجي تحفظ يكتب write والماضي wrote والتصريف التالت written write wrote written write wrote written طيب يكسر break والماضي broke والتصريف التالت broken break broke broken break broke broken يمسك catch والماضي coat والتصريف التالت coat زي التاني catch coat coat يبيع sell والماضي sold والتصريف التالت sold sell sold sold زي بعض يشتري buy واشترى التصريف التاني boat buy boat والpast participle boat buy boat boat يصنع أو يعمل make make والماضي made والpast participle made make made made يرى see والماضي saw والتصريف التالت seen seen تصريف التالت seen يسبح swim والماضي swam والتصريف التالت swam swim swim swam يأكل eat والماضي ate ate والتصريف التالت eaten eat ate eaten يشرب drink والماضي drank والتصريف التالت drunk drink drank drunk يأتي come والماضي came والتصريف التالت come come came come يشعر feel والماضي felt والتصريف التالت felt زي التاني feel felt felt feel happy felt happy والتصريف التالت felt ينمو أو يزرع grow grow أو يكبر grow والماضي grew grew والتصريف التالت growing grow grew growing ينام sleep slept slept sleep slept slept يجد find found found find found found يرتدي wear war worn wear war worn ارتدى war يعرف no new known no new known يكون طبعا طبعا am is or وماضيهم وزوير والتصريف التالت been 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 am is or وزوير been أو been يملك أو يتناول have وhas وماضيهم had والتصريف التالت had طيب يأخذ take took taken يقطع إذا cut 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 أو cut 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 التصريف الأول cut والتاني cut والتالت cut الله جميلة يضع put 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 يلا يا عم put 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 طيب يضرب hit 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 تصريف الأول hit والماضي hit والتصريف التالت hit ما كناش لقين كلمات فإيه خليهم التلات يغلق shut 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 يلا يا عم shut 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 طيب يقضي أو ينفق ينفق المال برضو spend spent spent spend spent spent ولو شلنا ال-p هتبقى send sent sent ليرسل send sent sent يرسم draw drew drawing draw drew drawing يتحدث speak spoke spoken speak spoke spoken يختار choose chosen chosen choose chosen يمسك أو يعقد أو يقيم زي واحد بيقيم مؤتمر يعني hold held held hold held held يختبئ hide hid hidden hide hid hidden hide hid hidden خلاص إحنا كده عرفنا إن الفعلي ليه ثلاث أشكال مش هنسميهم أشكال هنسميهم تصريف وط والنهارده بقى إحنا جايين لده للتصريف التالت إحنا جايين علشان ال past participle اللي هو سموه كده p p إكاي اللي هو past participle ال p اختصار past وال p التاني اختصار participle ال past participle طيب تعال دلوقتي نشوف بقى إيه حوار المضارع التام ده إيه هو present present مضارع كنا بنقول present sample مضارع بسيط present continuous مضارع مستمر لكن present perfect مضارع تام المضارع التام برغم إن اسمه المضارع ولكن إنت ممكن تندهش مش ممكن ده إنت أكيد هتندهش لما تعرف إن زمن المضارع التام هو واحد من أزمنة الماضي إيه ده؟ المضارع التام اللي اسمه المضارع اللي اسمه present يصنف يصنف على إنه واحد من أزمنة الماضي يعني لما أجا تكلم في أزمنة الماضي أقول الماضي البسيط والماضي المستمر وحط معهم كده المضارع التام آه هو أصلا بأن من اسمه هو آه مضارع بس تام خلصان خلص طب هو إزاي بقى مضارع وخلصان بس يا سيدي المضارع التام أنت بتستخدمه لما تيجي تتكلم عن خبرات سابقة أنت مرت بها تيجي تتكلم على experience كده عندك خبرة كده خبرة سابقة وده أول استخدام من استخدامات المضارع التام يعني إيه تتكلم عن خبرة سابقة يعني تقول لي تعرف I have worked لقد عملت بس 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 المضارع التام كده ترجمه لقد لقد وفع لماضي لقد عملت I have worked in this company لقد عملت في هذه الشركة لمدة 10 years 10 سنين خبرة خبرة تجربة أنت مريد به فبتستخدم المضارع التام يبقى أول استخدام من استخدامات present perfect خبرة سابقة خبرة أنت مريد بها I have traveled to America أنا سفرت أمريكا I've worked in France أنا اشتغلت في فرنسا خبرات سابقة خبرة أنت مريد بها طيب المضارع التام برضو المضارع التام برضو بيعبر عن حاجة في الماضي ولسه خلصانة لسه خلصانة يعني من فترة قريبة يعني لسه خلصانة كده منذ وقت قصير فتقول I have just cleaned the house إحنا هنتكلم في just دي ليه حالا أنا لسه حالا منظف البيت حالا أفهم من كده أن الحاجة دي لسه خلصانة وده تاني استخدام من استخدامات المضارع التام بأول واحد خبرة سابقة تاني حاجة أحداث انتهت للتو للتو عجباني للتو دي يعني لسه خلصانة يعني أحداث لسه خلصانة I have just cleaned the house طيب في حاجة كمان آه في حاجة تالتة أحداث وقعت في الماضي ولكن غير محددة يعني إيه غير محددة يعني غير محددة محددة الزمن يعني 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 مزعرفش إمتى مش هنقول إمتى يعني غير محددة الزمن إزاي يعني بوسيا سيد بوسيا سيد بوسيا سيد بس مش هقول إمتى مش هقول لك يستردي لا مش هقول لك لسه لسبوع الماضي ولا هقول لك لسه لسه فأنا مش هقول لك إمتى لأن أنا لو حددت إمتى هيبقى ماضي بسيط وأقولها بالماضي البسيط الباست سيمبل I watched this film مثلا يستردي لكن أنا مش هقول لك إمتى هو ده المضارع التام حاجات حصلت في الماضي وما أقولش إمتى أو مش هنقول إمتى I have watched this film المضارع التام برضو باستخدمه مع حاجات حصلت في الماضي بس لسه لها أثر دلوقتي لسه لها أثر في المضارع عارف إمتى المثال بتاعنا لسه منظف البيت لو أنا قلت كده برضو عادي I have cleaned the house إحنا قلنا هنترجمه بلقد لقد نظفت البيت معنى كده إن لسه الأثر موجود لسه البيت نظيف ومتروأ لسه في أثر للحاجة دي فهو ده المضارع التام علشان كده بقولك هو يعد ويصنف من أزمينة الماضي خبرات سابقة حاجة حصلت في الماضي ولسه خلصانا حالا حصلت في الماضي ولسه لها أثر دلوقتي حصلت في الماضي وما قلش إمتى محددش الزمن فده المثال وإحنا هنستنتج بيتكون من وطبعا مع هي وشي وقت أكيد هنقول هاز يبقى المضارع التام لما نبص للجملة آآ آآ هو شكله كده هاز أو هاز طيب بعد هف و هاز التصريف التالت اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي هو ده المضارع التام هاف و هاز والتصريف التالت أو علشان كده بقى انت بدأت بالتصريف التالت وعادت تعرفني هو التصريف التالت علشان أنا هحتاجه وحاس تخدمه في المضارع التام في present perfect هاف و هاز والتصريف التالت وبصراحة المضارع التام من الأزمنة المريحة ليه لأن فيهم فعلي مساعد هاف و هاز فأنت مش هتعمل أي حاجة من برا علشان تنفي علشان تسأل علشان تعمل أي حاجة هترتاح جدا ومش هتطر تجيب حاجة من برا طبعا ازاي نقول ازاي بس الأول تعال كده هناخد كم جملة مسبت شي عاوز أعمل مضارع تام طيب المضارع التام هاف و هاز وتصريف التالت شي هقول هاف ولا هاز لا شي هاز وبعد هاف و هاز التصريف التالت ضن ايه ضن لا ضن ده لاحس نتكلمين عنه دلوقتي دو دد ضن شي هاز ضن لقد فعلت شي هاز دون هر هومورك شي هاز دون هر هومورك واجبها شي هاز دون هر هومورك ده مضارع تام اه طيب كمان مثال احمد احمد هاف ولا هاز اسم مفرد من اصحاب الاس ياخد هاز احمد هاز وبعد كده التصريف التالت سين احمد هاز سين زي فيلم احمد شاف الفيلم مضارع تام ما قدرش اقولي يستر دي طبعا ما قدرش احدد امتى ده مضارع تام هاف و هاز والتصريف التالت هاف و هاز والتصريف التالت طيب عاوز ان فيه قلت لك مريح جدا المضارع التام قبل ما اقولك تنفي ازاي تعرف ان هاز دي ممكن تختصر لأباصر فيه اس ايه ده كمان اه زي اس كده اه زي اس يعني انا ممكن اقول مثلا كده قدام مش هاوز لاخبطك بس احنا هناخد قدام برضو حاجة تانية كده من باب الامانة يعني ولهاج دلوقتي ان ممكن فير بيتو بي يجي بعد وتصريف تالت بس اعتبرني ما قلتلكش حاجة لان احنا هنعرفها قدام في المبنى المجهول المهم احنا دلوقتي عارفين ان هفو هاز بعدهم تصريف تالت يبقى دي هاز طالما بعدها تصريف تالت طيب انا عاوز انفي يعني لأ انا عاوز اقول هي ما عملتش واجبها يبقى بدل هاز هازانت بس كده اه بس كده فهتبقى الجملة بتاعة احمد هاز سين فيلم عاوز تقول احمد ما شافش الفلم هتقوم ايل احمد هازانت سين زا فيلم الله دا سهلا جدا يبقى بدل هاز هازانت وهاز طبعا انت تعرف ان احنا بستخدمها مع هي وشي وقت واي اسم مفرد اصحاب الاسم she has done her homework she hasn't done her homework طيب انا عاوز اسأل اسأل بهل اه دا سهلا جدا 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 هتقوم جاي بالفعل المساعد ويبادئ بيه فكر لما كنا بنعد على صوابع ايدنا فعل مساعد فعل فعل الجملة فعل مساعد has بتعمل مقص الفاعل احمد فعل الجملة سين عملت مقص مشتريتش حاجة من برا لا في بقى دو 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 الكلام دا انا عندي have وهز مريحني has احمد سين فيلم هل رأى احمد الفيلم طيب عاوز اجاوب يا اما yes he has يا اما no he hasn't لانك بتسأل بهاز طيب تمام وبالنسبة لhave ماشي have انت بتستخدمها مع i ومع we ومع you ومع they ومع اي اسم جمع مثال على have i have i have written ايه written d written d التصريف الثالث من write write wrote written وده مدارع تام oh have وهز والتصريف الثالث i have written مثلا a story لقد ترجمه كده لقد كتبت قصة i have written a story ممكن i have تختصر اه ايه كمان بتختصر تخليها كده i و اباصر في v i i written a story ده مدارع تام طيب انا عاوز ان في واقول ما كتبتش قصة يبقى بدل have haven't وحتبقى الجملة i haven't يبقى انا بن في المدارع التام بhaven وhasn't i haven't written a story يا سلام يا سلام عن نفي السهل i haven't written a story بدل i have i haven't we have we haven't you have you haven't يبقى بتن في المدارع التام بhaven وhaven طيب عاوز اسأل سؤال بhaven يا سلام يا سلام ده سهل هنعمل مقص نبدأ بالفعل المساعد نبدأ بhave حط هف في الاول و i اتفقنا لما جاسأل بحول i لي you have you ونزل بقى الجملة have you written have you written a story هل كتبت قصة have you written a story في كلمات ممكن تضاف هل كتبت قصة من قبل او كلمة yet هنتكلم برضو عليها have you written a story yet الم تكتب قصة بعد الم تكتب قصة حتى الان يبقى have you written a story عاوز تجاوب انت سائل بhave فهتقول يا اما yes i have يا اما no i haven't هجاوب بhave او haven't لان انا سألت بhave طيب السؤال التاني بقى اللي هو السؤال بادات استفهام بسيطة جدا نفس السؤال بهل وحط قبله اداة استفهام يعني مثلا have you written a story ممكن ممكن تحط قبله اداة الاستفهام why واقول مثلا عشان تكفي هتقول why have you written a story لماذا كتبت قصة يبقى شكل السؤال بادات استفهام زي ما خدنا في تكوين السؤال اداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل الجملة ان وجد لما كنا بنعمله على صواب ايدنا اداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل الجملة ان وجد وطبعا تكملت الجملة why have you written a story تقول مثلا i have written a story because i like writing لقد كتبت قصة لانني احب الكتابة طيب على كده لو عاوز اعمل سؤال في المضارع التام مثلا هيبقى where have you lived الله على السؤال حلو قوي where have you lived اين عشت i have lived in لندن اداة استفهام فاعل مساعد فاعل فاعل الجملة where have you lived ده تصريف تالت طبعا اقولك على حاجة حلوة كابسولة كده يعني حلو قوي verb to be صديق ال ing verb to do صديق المصدر verb to have صديق التصريف التالت لأ اكتبها بقى وخدها سكرين شوت لان هي خطيرة verb to be اللي هو am is or was where دولف صديق ال ing المضارع المستمر كان am is are والفعل ing الماضي المستمر كان was where والفعل ing verb to do اللي هو do does did قلنا واتفقنا ان هما لما ييجوا الفعل يتحول للمصدر كنا بنقول يوم شرط علشان ييجوا ان الفعل يكون في المصدر يبقى do does و did عاوزين مصدر معاهم بدون اضافات و verb to have اللي هو have و has وهم الصغير هاد لما نيجي ناخده دول اصدقاء التصريف الثالث يعني من الاخر مفيش حاجة اسمها i have مثلا go مفيش have و مصدر مفيش حاجة اسمها i have going لأ جبت have have صديقة التصريف الثالث i have gone she has ما تقولش she has doing ما تقولش she has do قول she has done فخلي ملك قوي من الكابسولة المهمة دي تركز بقى معايا لان اللي جاي غير اللي فات خالص دلوقتي وبرضو سهل ان شاء الله بس تركز معايا ورقتك وقلمك علشان النقاط اللي هتتقال تكتبها الكيورس بتاعة present perfect او الكلمات الدلة على زمن المضارع التام تعال نقسمهم كده مع بعض ايه الكلمات اللي بيتيجي في زمن المضارع التام اول كلمة هي just وjust يعني حالا للتو لسه خلصانا حالا اللي هي بتساوي كده a short time ago يعني منذ وقت قصير بس انت لو قلت a short time ago فده ماضي بسيط يعني a short time ago تتقال في الماضي البسيط ago ago من كلمات الماضي لكن لو انت عاوز تستبدل a short time ago بالjust لان هي نفس المعنى حالا هتستخدم مضارع تام لان just زي ما احنا لسه بنقول من كلمات المضارع التام كلمة just دي حشارية يعني حشارية يعني بتحشر نفسها عارف انت لما يكون في اتنين صحاب واحد يحشر نفسه في النص بينهم هي just كده طيب هي بتحشر نفسها بين مين بين have وهاز وبين التصريف التالت تلاقي كلمة just حشارية نفسها هنا كده في النص بين تقول كده لهاب تعال كده شوية وانت تصريف تعال كده شوية وتقعد كده بينهم في النص ده مكان just في الجملة ناخد مثال لما اقول لك she has خلي بالك has والمفروض ان انا عندي تصريف تعالك مثلا cooked طبخت بس انا هحط just في النص وتبقى she has just cooked lunch هي لسه حالا طبخة الغداء she has cooked lunch just هنا معناها يعني حالا منذ وقت قصير a short time ago she has just cooked lunch دي اول كلمة من كلمات المضارع التام كلمة just حالا اول التو والكلمة دي بتيجي بين have وهاز وبين التصريف التالت تاني كلمة من كلمات المضارع التام كلمة already already يعني بالفعل دي كده انت بتستخدمها علشان تأكد عارف انت في اللغة العربية لما بنيجي نحلف علشان نأكد الحاجة هي دي already بالفعل انت بتأكد ان الحاجة دي اتعملت already حشارية بتيجي بين have وهاز وبين التصريف التالت بس ممكن already على فكرة تيجي في اخر الجملة بس هي يعني 90% في اغلب الاوقات بتيجي بتحشر نفسها بين have وهاز وبين التصريف التالت اقولك مثلا عملت واجبك تقولي I have already done my homework لقد فعلت واجبي بالفعل انا عملت الواجب فعلا يبقى already هنا انت بتأكد مكان already كان بين have وهاز وبين التصريف التالت ينفع already تيجي في اخر الجملة اه ينفع يعني ينفع تقول I have done my homework already بس الشائع دي I have already done my homework انا عملت واجبي بالفعل يبقى already بالفعل من كلمات المضارع التام كده احنا قلنا كم كلمة قلنا just already طيب تمام في بعد كده كلمة اسمها so far so far معناها حتى الآن غد الوقتي so far لما اقول لك I have eaten مثلا three sandwiches so far انا اكلت تالت سندويتشات حتى الآن لغاية الوقتي I have eaten three sandwiches so far يبقى so far معناها حتى الآن بيتيجي في اخر الجملة والجملة المثبتة المثبتة خلي بالك لان المنفية فيه كلام تاني حيث يتقال I have eaten three sandwiches so far محمد صلاح has scored محمد صلاح احرز مثلا four goals اربع اهداف so far حتى الآن يبقى so far حتى الآن بيتيجي في اخر الجملة المثبتة انا ما قلتش haven't تعال بقى على كلمة yet yet معناها حتى الآن او بعد بعد اللي هي مثلا ألم تفعل واجبك بعد تمام انا لم افعل الواجب بعد او انا لم افعل الواجب حتى الآن طيب yet دي بقى هي اللي بتجي في اخر الجملة المنفية في اخر الجملة المنفية والسؤال دايما كده تحس ان النفي والسؤال اخوات yet حتى الآن او بعد او ليس بعد وبتيجي في اخر الجملة اللي هي المضارع التام طبعا كل كلماتي مضارع تام دلوقتي في اخر الجملة المنفية والسؤال لما أقول لك I haven't eaten yet I haven't eaten yet أنا لم أأكل حتى الآن أنا لم أأكل بعد يبقى yet جات في آخر الجملة المنفية وكمان بتيجي في آخر السؤال يعني أقول لك إيه ده وأنت ما عملتش وجبك لغاية دلوقتي have ما تقولش haven't لا have برغم من سؤال في ترجمته هياخد معنى النافي have you done your homework yet have you done your homework جملة سؤال صح أبهاب have you done your homework yet ألم تفعل واجبك بعد ألم تفعل واجبك حتى الآن have you done your homework yet يبقى ده بالنسبة ليت بتيجي في آخر الجملة المنفية والسؤال عندي من كلمات المضارع التام كلمة never ونرجع بقى لكلمات الحشرية تاني أولا never يعني أبدا أو مطلقا يعني بتنفي بس بتنفي بقى بقوة يعني بتنفي بعنف يعني مش بتقولك مثلا ما حصلش لا ده بتقولك ما حصلش أبدا ما حصلش خالص never انت قلت ليه حشرية يعني بيتيجي بين have وهاز وبين التصريف الثالث صح طيب المفروض الجملة تبقى منفية بقى علشانها بقول never يعني المفروض أقول I haven't never لا أوعى تيجيب never معنى أوعى أوعى تيجيب never معنى أوعى تقول I haven't لا I have never eaten مثلا سوشي أنا عمري مكلتي السوشي ما حصلش أبدا في حياتي طيب هو ليه ما قلش haven't انت بتنفي يا مصر انت بتقول ما حصلش ما هو إيه انت لو قلت haven't كده انت نفيت مرتين كده انت جبت not and never ما هي never بتنفي وnot بتنفي تيجيب اتنين نفي مع بعض هيبوزوا العملية كلها نفي نفي إثبات يا سيد هيدي معنى تاني بقى هيضرب المعنى فلا أنا عاوز never يا تنفي بنت يا تنفي بنت والله أنا أنفي بنت I haven't eaten sushi أنا مكلتش سوشي أقصد مثلا الفترة دي لكن كلت قبل كده بس أنا يعني مكلتوش الفترة دي لكن I have never eaten sushi أنا عمري في حياتي مكلت سوشي أبدا يبقى كلمة never أبدا بتيجي بين have و has وبين التصريف الثالث وكلمة never معنىها أبدا مطلقا ما حصلش وكلمة never ما ينفعش تيجي في جملة cannot ما ينفعش تنفي مرتين ماشي ايه تاني من كلمات المضارع التام بمناسبة never تعال ناخد ever و ever معناها من قبل زي ما قولك كده بالعامية كده عمرك عمرك روحت أمريكا عمرك كالت سوشي عمرك يبقى لها ever فزي ما نلسى من ديلك في المثال عمرك روحت أمريكا بسألك عمرك كالت سوشي يبقى ever دي بيتيجي في السؤال بمعنى من قبل أو عمرك في السؤال بهل اللي هو بيبدأ به و has لما قولك has she ever هل هي عمرها وبعد كده هات التصريف الثالث لان ever بيتيجي قبل التصريف الثالث ever حشرية برضو هي برضو حشرية على فكرة حشرت نفسها بين have و has وبين التصريف الثالث has she ever مثلا been اللي هو التصريف الثالث has she ever been to America هل هي عمرها كانت في أمريكا حصلت قبل كده has she ever been to America آه راحت yes she has أو لا ممكن تقولي no she has never ممكن تنفيب never لها عمرها no she has never been to America يبقى ده بالنسبة ever أقولك have you ever eaten مثلا Chinese food هل عمرها كلت أكل صيني قبل كده تقولي yes I have أو no I have never eaten Chinese food يبقى ده بالنسبة ever في حاجة صغيرة قوي برضو على ever وقلناها الساشن اللي فات وإحنا بنتكلم عن الصفات لما أقولت لك أن ever ممكن تيجي بعد الدرجة التالتة إزاي لما أقول مثلا she is the most beautiful girl دي درجة تالتة دي صغيرة تفضيل العليا أدمى البنت وبعد كده تقول I have ever seen شفتها في حياتي I have ever seen this food is the most delicious food الطعام ده هو ألز طعام دي الدرجة التالتة وبعد كده تقول I have ever eaten كلتو في حياتي ألز طعام كلتو في حياتي كلها وطبعا ever واخد بالك أن هي حشارية يبقى ده بالنسبة لever كده احنا تكلمنا على just already so far yet whenever or ever بقى يمين بقى الاتنين اللي مغلباننا بقى since وفور since وركز معايا since منذور وفور لمدة طيب إيه بقى موضوع since وفور دي بص هي since معناها منذور وبيجي بعدها زمن محدد يعني لو بتكلم بالسنة فهحدد السنة هحدد الشهر هحدد اليوم هحدد الفصل هحدد بس مش محددين يعني ما قلتش ايه هم الخمسة ايام بدأ وامت بالزبط انا قلت مدة وخلاص خمسة ايام طيب مثال هم لي كده لما اقول لك لما اقول لك since two o'clock. I have done my homework since two o'clock. أما لو حقول four لو حقولها بfour يبقى مثلا four three hours لمدة ثلاثة ساعات. طيب مثال تاني. لما قولك I have lived. كايرو أنا عايش في القاهرة since منذ 2007 منذ عام 2007 إيه اللي جي بعد since 2007 حددت السنة انت بالضبط I have lived in كايرو since 2007 طيب أنا لو هقولها بfour استنى كده واحنا دلوقتي وقت تصوير الفيديو ده احنا في 2024 معرفش انت بتتفرج علي سنة كم. بس انا دلوقتي في 2024 فبالنسبة لي بقى 2007 دي يعني ادي ثلاثة تبقى عشرة و عشرة يبقى عشرين تلاتاشر يعني من سبعتاشر سنة. فقوم قال I have lived in كايرو أنا عايش في القاهرة for بقى لي مدة كده احنا قلنا كم سبعتاشر for 17 years. بقى لي مدة 17 سنة. ركز و ايه اللي جي بعد since? حددت السنة 2007. طب ايه اللي جي بعد for? 17 years. مدة. انا عايش في القاهرة بقى لي مدة 17 سنة. 17 سنة. مدة. مدة من الوقت. بس كلمة 17 سنة نفسها مش محددة. يعني ما قلتش سنة كذا. لأ انا قلت 17 سنة. طبعا ممكن تسألني دلوقتي وتقول لي بس ازاي انت في اول الفيديو. قلت ان المضارع التام غير محدد الزمن. والماضي البسيط بتحدد امتى? فانت في المضارع التامة وانت بتحددهم انت بتقول من 2007. لأ. في فرق بين in 2007 وبين since 2007. in 2007 يعني في 2007 ده ماضي بسيط. الحاجة دي حصلت في الماضي في سنة 2007. انا كده محدد امتى? في السنة دي. مش في غيرها. مش في 2008. في 2007. لكن منذ 2007. لأ ده الموضوع مختلف. ده 2007 و2008 و2009 و2010 و2011. والله اعلم انا سنة كم دلوقتي علشان يعني في سنين كمان معيها. ولا لأ. فسنة 2007 مضارع تام. لأن برضو الزمن مش محدد بالزبط. الفترة قاعدت قد ايه بالزبط. لكن in 2007. في 2007. يبقى حصلت وخلصت. since 2007. ماشي. بدأت 2007. بس لسه مفتوحة. لسه بتحصل. ما هو لسه لغير دلوقتي عايش في القاهرة. وممكن قدام كمان. يعني ده فترة مفتوحة. ده مش ماضي. ماضي انا عشت في القاهرة وخلاص وعزلت رحت حتة تانية. لكن since 2007. منذ 2007. مقدرش اقول ماضي لأن الحدث لم ينتهي. يبقى خلي بالك. in وسنة عدت ماضي بسيط. since والسنة عدت مضارع تام. طيب. كمان على since و4 كده ممارسة كمان. لما يقول I have worked as a teacher. أنا بشتغل مدرس. since May. منذ مايو. منذ شهر مايو. I have worked as a teacher since May. لو انا عاوز اقولها for. هجيب. مش هحدد الشهر بعد for. هجيب مدة. أربع شهور. ست شهور. عشر شهور. I have worked as a teacher for. مثلا 5 months. بقى لي مدة خمس شهور. طيب تمام. برضو من التركات since last وfor the last. يعني ايه؟ يعني اقولك مثلا since last week. منذ الأسبوع الماضي. since last week. منذ الأسبوع الماضي. لكن لو هتقول for. تقول for the last week. طول مدة الأسبوع الماضي. يعني اقول مثلا. I have revised for my exam since last week. هراجع الامتحاني من الأسبوع اللي فات. يبقى since last. طيب هقولها for. يبقى تحط إذا. I have revised for my exam for the last week. يعني طول مدة الأسبوع الماضي. الأسبوع الماضي كله. مدته كلها. برضو since. يجي بعدها الفصل محدد. أقول since summer. منذ الصيف. since summer. لكن for. تقول مثلا. for two seasons. لمدة فصلين. بس مدة. for two seasons. لمدة فصلين. يبقى since بيجي بعدها بداية الحدث. بدأ من الصيف. أما for مدة الحدث. قعد فصلين. طيب. since. ممكن يجي بعدها جملة كاملة. طبعا قبلها المضارع التام زي ما احنا عارفين. بسيط. وبعدها جملة كاملة. جملة فاعل وفاعل. جملة مكتملة الأركاد. وزمانها ماضي بسيط. يعني أقول مثلا. I haven't seen علي. تمام؟ عادي جدا. since منذ. عادي جدا برضو. I haven't seen علي since. يبقى since. يبقى since منذ. جات مع المضارع التام زي ما احنا متعودين ما فيش اي مشاكل خالص. ممكن بعد since تجيب جملة. جملة كاملة. ماضي. فور لا. فور ما يجيش بعدها الجملة. تقول مثلا. since he was seven years old. معناها ايه؟ معناها أنا ما شفتش علي منذ أن كان سبع سنوات. أنا ما شفتش علي من لما كان عنده سبع سنين. يبقى since. قبلها مضارع تام. وبعدها جملة ماضي بسيط. اعتبرها قاعدة since. مضارع تام. since ماضي بسيط. عرف سنسو فور بسأل عنهم بايه؟ طبعا مش بمتى. بتسأل عليهم بhow long. أداة استفهام معناها كم طول المدة؟ بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه؟ بقالك قد ايه بتذاكر؟ منذ الساعة الرابعة؟ أو مدة سبع ساعات؟ بقالك قد ايه؟ ايه المدة؟ how long هي دي أداة الاستفهام الخاصة بسنسو فور. يبقى أنا ممكن أكون سؤال. أداة استفهام how long. بتكلم مضارع تام يبقى الفاعل المساعد have أو has. how long have they؟ الفاعل. how long have they؟ بقدرش أقول play أو playing؟ أنا بقول have معاها تصريف ثالث. how long have they played؟ ما طول المدة يعني بقاله ما قد ايه بيلعبه؟ how long have they played مثلا تانس؟ بقاله ما قد ايه بيلعبه تانس؟ ده بيلعبه تانس من الساعة الرابعة. فممكن تقولي they have played tennis since four o'clock. دي إجابة ممكن تتقال. ممكن تجاوبي since أو before. they have played tennis since four o'clock. بيلعبه تانس من الساعة الرابعة. أو ممكن تقولي they have played tennis for two hours. بيلعبه تانس بقالهم ساعتين. يبقى دي المدة. they have played tennis for two hours. بقالهم ساعتين. ده بالنسبة لسن سوفور. وبالنسبة للمضارع التان. نختم بتركيا برضو صغيرة قوي. ايه الفرق بين have been to and have gone to. ليتنين مضارع التان. ايه الفرق بين I have gone to America وبين I have been to America. رسالة من هناك. وأقول لك أنا رحت أمريكا. بس أنا لسه مرجعتش. my uncle my uncle has gone to Japan. عم يراح اليابان. وهو هناك دلوقتي. he is still there. لسه هناك. يبقى gone راح ومرجعش. ذهب ولم يعد. ذهب ولم يعد. طيب هنا I have been to America. بين طبعا جاب من الفعلي بي. تصريف الثالث من بي. بي يعني يكون. فهنا أنا كنت هناك. كنت في أمريكا. يعني كنت هناك. لما أقول لك أنا كنت في المكان ده يعني رحت وجيت. صح. I have been to America. أنا كنت في أمريكا. يعني رحت ورجعت. ذهب وعاد. فلما أقول لك my uncle has been to Japan. عمي كان في اليابان. يعني هو دلوقتي خلص ورجع وجيب السلامة. has been to. راح ورجع. has gone to. راح ومرجعش. طيب ده كل حاجة عن المدارع التم. وعندنا طبعا في كتابنا كتاب The Best Start. ما شاء الله يعني التمارين عندنا هتلاقيها كتيرة جدا. والممارسة والتطبيق هتلاقيه موجود. وشرح الكلام ده موجود طبعا هنا بأمثلة. وعجبني قوي سؤال الري رايت. تعالى نعمل سؤال منه كده فكرة كده منها. بيجيب لي جملة. ويقول لي اكتبها لي. وتديني نفس المعنى. بس استخدم الكلمة اللي انا هديها لك. دخل الكلمة دي اللي بين الاقواص دي على الجملة دي. طب ايه المشكلة. طيب تعالى نشوف. Dad arrived home two minutes ago. بابا جي البيت من دقيقتين. يعني لسه حالا جاي. استخدم بقى حالا بقى. هي just. حاضر. حدخل just على الجملة. استنى بس. الموضوع مش كده. just من كلمات المضارع التام. والجملة دي ماضي بسيط. جهز الجملة بقى ان هي تستاهل just. ان just تدخل. just ما بتجيش اللي في المضارع التام. يعني خلي الجملة دي مضارع تام. خليها مضارع تام اللي هو هافو has والتصريف التالت. فهتبقى dad has arrived. ماشي. has arrived. بس just حشرية. يبقى has just arrived. وكمل home. وبس. يعني بس. ما قولش two minutes ago. لأ ما هي two minutes ago. هي just. من دقيقتين. اللي هي حالا. وبعدين انت ازاي حتحط two minutes ago بقى هنا. ago مواضي بسيط. ازاي تيجي مع المضارع التام يبقى عملنا ايه. يبقى انت متحطش two minutes ago. dad has just arrived home. بابا لسه حالا وصل البيت. dad arrived home two minutes ago. بقى سنسوفور بقى وتمارين على الكلام ده مهم جدا ويه. تعال بس نشوف اللي بيضحك ده بيضحك على ايه. اه 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 عارف اللي بيضحك ده بيضحك على ايه. على حد قال four twenty nineteen years. اللي هي 2019 يعني سنة 2019. فاولا انا four وحطي years. لا يا بابا. 2019 اللي 2024 يعني خمسة خمستاشة سنة. ما اثلا يعني اعتبارهم كده سنة تبقى عشرين وخمس. يعني ست سنين. ست سنين اه خمس سنين. يبقى four five years. معلش بس في الرياضة شوية كده. four five years. لمدة خمس سنوات. four five years. مش four 2019. 2019 دي تقول since. since 2019. صح. since زمن محدد. لكن four تحسب بقى كم سنة لغاية دلوقتي. تمارين كتير كتير كتير. rewrite. rewrite جميلة جدا في انك تشغل دماغك. الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام قلنا. في الماضي البسيط بتحدد امتى. في المضارع التام لا تذكر الوقت ما تحددش امتى. تمام. في يعني تقول بقى لي سنتين. ما تحددش امتى. طيب هل انا لما اقول since 2006 انا حددت امتى. لا انت بتقول ان الحاجة دي بدأت في 2006. ولسه شغالة. يعني الحاجة ما خلصتش. اوكي. لكن in 2006. يعني خلصت. حصلت في سنة 2006. وشكرا. وبس. موضوع ده حصل في الوقت ده وخلاص. فبتستخدم موضي بسيط يعني. بس كده. ده كان فيديو النهاردة. والسيشن الجاي. هنتكلم على ازمينة المستقبل. شكرا للمشاهدة وانك وصلت النقطة دي في الفيديو. نلتقي قريبا جدا ان شاء الله. نستوضعكم الله. سلام. جود باي.